وخانته وصحت على القرارات السياسية ومشينا في الهاوية باه دكتور زكري بوغيرا اليوم انتي بديك انك تمنع تونس من الاختر هذا هاي سهل الجملة هذي لش كنت تقولها للشعب التونسي الشعب التونسي هو الوحيد اللي نجمي منع الشعب التونسي كيفيش كيفيش على خاطر الحكومة هذية رهي ما هيش تخمم في مصلحتنا الحكومة هذي باش تهزنا للهاوية دك انا المساج متاعي سادرس ديركتمن للشعب الشعب لازمك تفيق ولازمك تثور عليهم لازم هوم يخافوا منا وقته يخافوا منا وقته يعلنوا هالحجر الصحي شو معناها الكلام الكبير هذي نحي تثور عليهم وكل شو معناها نحنا توا في سيطواشن شو معناها تثور عليهم تثور عليهم معناها كان لزم نمشي ووو القصبة ونمشي ووو الكرتاش نعم لو ما يصيره دونك نتلمو الناس الكل والعدوى تصير ما نعراش كيفيش الموين دو كنتستاشون اللي بيش يصيرو ما بيش يصيرو وقد ما نستنيه وراه بيش يزيدو يكونو أكثر الدولة هذي لازمها تعرف انو الشعب ما هوش بيش يقبل انو يضحي بأم وابو و بيش نطالبو بالحجر الصحي للأخر وقت اللي الكنتستاشون بتاعنا بيش تبدأ كبيرة وقتها لحكومة بيش تفيق و بيش تولي خايفة علينا لو كهما توم همش خايفين علينا انتي قلت بيش يخافوا منا مش خايفين علينا دكتور مرة أخرى سامحني بعد ذلك ما متنجمش تستغل المنبر ذي بش تدعو المسيرة ولا الثورة ولا حال سامحني متنجمش ونخرجوا ثورة ونخرجوا مسيرة ونتلموا في القصبة حاجة غير ممكنة ومش من هوني بش ندعيوا لهذا متفاهمين في النقطة هذه قلت وقيت نخرجوا لثورة ونتقضل في القصبة سيد 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 منحسن حظنا والساسة تهديد 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 ، إنهدد في الحكومة وإنهدد في السلطة في تونس راو وكي مجيت واصلوا في الثنية هذه تهديد في الحكومة راو هوا وكين بشتواصلوا في الثنية هذه بل الشعب ما chef بارض Piحيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزي bizcat незakmä وراكم بش تكملوا حياتكم في الحبس مانيش بش نقبل انا امي تموت والشعب زادا موش بش يقبل انو امو تموت دونك كن هما هنوين انهم يعملونا مجزرة نحنا مانيش بش نقبلو رئيس الحكومة يقول لك اليوم ما فاميش فكرة الحجر الصحي الشامل انت يقول اللي حب نحنا ننبوزغ الحجر الصحي عليه بالصفة عليه كيفاش بالضغط الشعبي بالعلاقات بل يجي بالضغط الشعبي البحيجي نجي معاول كنجي بالشعب كما قالوا ما قالوا هم قالوا 6 الفين سمنعت المرة الأولى على خاطر البحيجي والخطر الزيت زيتونة وخطر سيدين محل سايدي محلس وين هم تاو fezificación جي ما عاش فامي بشيجي تاو ما زالت البحيجي كهسك يافهك الفيروس ساريت واضح سكي عيتي الفيروس المرة الأولى سهلو كنفينمان سكي عيتي يا الفيروس المرة الثانية سهلو كنفينما لا حال لا حل غير هذا ولكنفينمان رهما لازموش كيما المرة لولا موش كنفينمان خفيف يا كيكا متاع شهرين ونتحلو ليه كنفينمان انتاع ثلاثة شهر وكنفينمان صحيح ومكبوس باش نخرجو من الأزمة انفوا رجعنا للصفر وقتا نخليه والحجر الصحي الإجباري على الوافدين الكل تعرف قرارات كما هكا لازم مجلس فيه الجانب التبي اللي تقول فيه انتي فما الجانب الاقتصادي فما الجانب السياسي فما بانسور بانسور الوضع الاقتصادي تاع تونس في حالة حريجة جدا ديور انا بعدك انت انخبم باش نجيب خبير اقتصادي نهاري يكون ذيف باش يحكيلي كان كلامك هكا شنو ينجم يصير في تونس اسألو زيدا الخبير الاقتصادي شنو معاواقب انتشار الفيروس على الاقتصاد هنا مش نعطيك اكزامبل السويد مثلا معملتش حجر صح الدنمارك عملت حجر صح الاقتصاد السويد آما في الاقتصاد عملت الا 8% الدنمارك اللي عملت حجر الصح قديش عملت Kü43 معناها الدنمارك سلكتها مارتين خير من السويت عليش على خطرها عملت حاجة صحة واضح سهلة الحكاية كيفيش الاقتصاد كي تسيبوا هكيك عشوائيا وكل مرة معملية تسكر وكل مرة قهوة تسكر وكل مرة لعبيت خايفين معادش يخجوا معادش يصرفوا الاقتصاد بش يضرق اكثر من انك تسكر انتي وتقرح حسابك انو الدولة بدون دو تتحرك اي دونك انتي رئيس مؤسسة وكل شي باش نقسمت المصاريف متاعك ونجم تجريها نجم ونتعديها 3 موات نجم ونتعديها ما باش نسيبوا الفيروس حكيك المدة عام وهو ينتشر وهو يقتل فينا ناصلما صحيا كيرثة ما اقتصاديا كيرثة اكثر واضح دكتور انتي مختص في التخدير والانعاش رغم هذا مختص فيك اليوم في الاحصائيات تتبع في الكورب انت على الإبيديمي وين قاعدة تمشي قل لي وانتي مطلعة جدا على الكورونا قاعد تخمم مثلا بالتنسيق كانت تتوسط لمية صحيح وانتي مخلوق نسيبوا الفيديو بشيئ هل سيبوا المتابعة هل سيبوا الوقت عبر مع المedia انتحدث وقتن المخلوق كل هذا يعني لعالم كله هذا يحتاج لعالم كله ولكن هذا يسأل لك وفي حالي تتعلم الوقت ما يحتاجه في المجالات العلمية او واضح آخر فقرة في تقريبا دقيقة ونص لنجد أن تحرير المتواجد